بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان جدول تغيرات دوال عددية انطلاقا من جدول معلوم هذا الدرس خاص بالسنة الثانية والسنة الثالثة ثانوي إذن لننطلق على بركة الله لاحظوا أبناء قال لتكن الدالة أفر معرفة على المجال من ناقص ثلاثة إلى غاية الثلاثة ها هو من ناقص ثلاثة إلى الثلاثة بجدول تغيرات تغيراتها التالية السؤال كما قال قال أعطي جدول تغيرات دوال التالية أعطيت لنا هنا ج وآش وك وآل وآم بحيث كل واحدة أعطيت لنا عبارتها بالنسبة إلى عبارة الدالة أفلي إكس إذن لننطلق على بركة الله في المثال الأول قال جي لإكس لاحظوا تساوينا إثنان أفلي إكس لاحظوا جيدا هنا قد درستم هذا الشيء أن الدالة جي مكتوبة في إثنان من الدالة أف معناه الجي تساوينا لوندا في أف حيث اللوندا عدد أولا موجب واللوندا هذا قيمته إثنان فماذا يحدث فلا تتغير تغيرات الدالة جي لماذا؟ لأن هذا اللوندا اللي هو الإثنان يا أبناء قيمة موجب كذلك الأمر الثاني أن هذا التغيير يحدث على الأف لإكس لا يحدث يعني يحدث التغيير في هذا الجزء كما أشير لا يحدث على هذا الجزء كما أشير متى يحدث ذلك التغيير على ذلك الجزء لو كانت هنا حدث التغيير هنا بالبطنة يعني هنا في الإكس أعطينا مثلا جيد الإكس أو إكس مربع أو واحد هذا إكس هناك يدخل ما نسميه تركيب الدول أما هنا فقد درستم هذا الأمر يا أبناء إذن هنا أول شيء نضع هنا إكس إذن مجموعة التغيير تعريف لا تتغير من ناقص ثلاثة إلى الثلاثة وهنا الجيل إكس أولا قلنا التغييرات لا يحدث إليها أي طارق قبل كل شيء المشتقة كذلك لا يحدث هنا لهذه القيم هنا ناقص واحد وهنا واحد يعني لا يحدث أي شيء في هذا المكان معناه التغييرات تبقى هكذا متناقصة ثم ماذا؟ ثم متزايدة انظروا جيدا أبنائك تتعلموا ثم هنا متناقصة ثم ننطلق في الملأة ماذا تقول القاعدة هنا؟ أن كل قيم F تضرب في إثنان قيم F لإكس هذه قيم F لإكس قلت لم يحدث التغيير هنا بالداخل لو حدث التغيير لحدث التغيير في هذا المحور محور الفواصل لكن حدث التغيير على محور التراتيب معناه كل قيمة من F تضرب في ماذا؟ تضرب في إثنان يعني هنا نضرب هذه في إثنان فماذا نجد؟ نجد أكيد أربعة ثم هذه نضربها في إثنان إثنان في صفر تبقى لنا صفر ثم هنا كم يا أبنائي؟ هنا واحد في إثنان وهو إثنان ثم هنا صورة الصفر تبقى كما هي يعني في هذا المكان هنا كما أشير كما أقوم بعملية المحور هنا أبنائي تبقى لنا صورة الصفر هي الصفر وإذن هنا هكذا الإثنان تبقى كما هي كما أشير هكذا ثم هنا صورة الناقس واحد لما تضرب في ناقس في إثنان تبقى لنا ناقس إثنان هذا هو جدول تغيرات الدالة G بأبسط طريقة التغيرات قلت بما أن هذا العدد الذي ضرب في الدالة F مجب فلا تتغير لو كانت ناقس إثنان يعني لو كتب G لإكس ناقس إثنان في F لإكس هنا كل شيء يتغير معناها تبقى هكذا كما أشير وهكذا كما أشير وهكذا كما أشير وكل القيم تضرب في الناقس إثنان لإدالة F فقط يا أبنائي نأتي الآن إلى الجزء الثاني لإدالة R حيث لاحظوا R ماذا أعطيت لنا انظروا جيدا أبنائي كي تتعلموا إلى هذا النوع من الأسئلة ما نسميه تقريب الأسئلة البيانية الاستنتاجية هنا لاحظوا رطيت لنا A لإكس تساين ناقس F لإكس معنى كتبت A تساين ناقس F ما معنى أبنائي؟ معنى أولا هذا اللون ضع قيمته ناقس واحد وهو قيمة ناقس واحد هذا قيمة سالبة فماذا يحدث؟ تقلب كل تغيرات الدالة F لاحظوا جيدا كيف يحدث يا أبنائي هنا الإكس قلنا مجموعة التعريف لا تتغير من النقس 3 إلى 3 المشتقة تبقى كما هي ناقس واحد والواحد انظروا جيدا ثم نأتي الآن إلى ما نسميه A لإكس انظروا أول شيء أن كل قيم كل قيم F تضرب في ناقس واحد معنى التغيرات إذن يمكن أن أقول تغيرات A هي عكس ماذا؟ F كل التغيرات ما كان إلى الفوق يصبح إلى الأسفل لاحظوا جيدا سأوضح أكثر لاحظوا هكذا ثم ماذا؟ ثم هكذا انظروا جيدا ثم ماذا؟ ثم هكذا تقلب كل شيء كل شيء قلب ثم الأمر الثاني أن كل القيم ضربت في ناقس ماذا؟ في ناقس واحد إذن هذا لما يضرب في ناقس واحد ماذا ينتج؟ ينتج لنا ناقس إثنان ثم هذا الصفر يبقى هو الصفر ثم هذا يضرب في ناقس واحد ماذا يحدث؟ تصبح لنا ناقس واحد ثم هذا يضرب في ناقس كم؟ في ناقس واحد يصبح لنا كم؟ واحد ثم عندنا كذلك الصفر الصفر مهما كان يبقى لنا هو نفسه الصفر يا أبنائي إذن هنا الصفر وهنا تبقى لنا دائما الاثنان صورتها صفر لأن الصفر لا يحدث مهما لو ضربناه في ناقس واحد أو ضربناه في واحد أو خمسة لا يحدث أي شيء هذا هو جدول تغيرات الدالة أش إذن تذكروا إذا كانت الدالة ضربت في ناقس فكل تغيرات الدالة لهذه الأش تُعكس بنا المكان الذي كانت فيه متزيدة الأخرى تصبح موت ناقسة وكل القيم تُعكس يا أبنائي فقط نأتي الآن أبنائي إلى المثال الثالث لاحظوا جيدا A K ل X تساوينا ماذا F ل X زايد 2 معنى هذه K إنها مكتوبة على الشكل F زايد 2 ما معنى F زايد 2 معنى كل قيم مدى كل هذه F ل X وهي هذه كما أشير تضاف لها 2 يعني هنا كملاحظة يعني كتفهمونها يا أبنائي هنا يوجدنا تهوين نقطي إنسحاب يعني إذا قلنا C K هو ماذا هو صورة صورة C F بإنسحاب وسوف نلاحظ ذلك عند الرسم بإنسحاب شعاعه يا أبنائي E أو V مركباته ماذا مركباته السفر والإثنان قلت ماذا السفر والإثنان لأن درستم كذلك عندنا لو كانت مكتوبة K ل X تساوينا مثلا F ل X زايد مثلا 1 زايد 2 هنا يوجد لنا إنسحاب شعاعه أين ينعدم هذه القيمة انظروا تنعدم عند الناقص 1 زايد هذه القيمة تركوها كمان يصبح لنا إنسحاب هو الناقص 1 والإثنان لكن هنا أضيف إلا في الخارج فيكون 0 و 2 فقط إذن ماذا يحدث الآن إذن تذكروا أن قلنا رسمه يتم بوسطة إنسحاب وبما أن التغيير لم يحدث هنا بالداخل فما زالت يحدث التغيير إلا على هذه الأمكنة إذن أولا نكتب هنا X من ناقص 3 إلى 3 الناقص 1 يبقى كما هو وماذا والواحد يبقى كما هو ثم نكتب هنا ماذا يا أبناء نكتب K L X قلنا أولا التغييرات لا يحدث لها أي شيء مهما كان مهما كان أكرر مهما كان هذا العدد موجب أو سالب التغييرات معناها متزايدة ومتناقصة تبقى كما هي إلا إذا ضربت هنا كما أشير في عدد سالب إذن سوف نقوم بعملية المال إذن قلنا التغييرات لا يحدث لها أي شيء إذن نترك الجدول كما هو فيما يخص تغييرات فقط لم نحدث القيم القيم سوف يحدث عليها بعض التغيير إذن ماذا تقول قاعدة أن كل قيمة من F نضيف لها 2 ها هي F ل X نضيف لها 2 فماذا ينتج تصبح هنا كم 4 أضيف هنا 2 ليس قلت هنا هنا تحدث وقد نفيت على أنه لا يحدث تغيير في هذا المنطقة أصلا إذن أضيف هنا إليه 2 كم يحدث تصبح لنا 2 أضيف إلى هذه القيمة 2 تصبح لنا هنا 3 وأضيف إلى هذه القيمة هنا 2 في ينتج لنا في هذا المكان ركز هنا تصبح لنا كم تصبح لنا 2 مع سابقة وهي 2 يعني هنا لا يحدث قلت التغيير إنما يحدث على محور الترتيب ثم أضيف إلى هذه كم أضيف لها 2 تصبح لنا الكل هذه هو جدول تغيرات الدالة ماذا الدالة كانطلاقا من الدالة F فقط يا أبنائي نأتي الآن أبنائي إلى المثال الآخر قال L لإكس تصبح لنا القيمة المطلقة ل F لإكس هنا ركزوا أبنائي لأنه في الطلبة كثيرة لما يجدون القيمة مطلقة يحسون بنوع من الخوف لا يا أبنائي الأمر جد جد بسيط معناه أن L لإكس هذه مهما كانت تكون قيمة كيف هي موجبة لأن القيمة المطلقة دائما تقول إنها موجبة معناه أن F القيمة المطلقة ل F لإكس يجب أن تكون موجبة ليس موجبة تماما معناه بما أن هذه تبحث إلا على القيم الموجبة انظروا جيدا وقلنا التغيير أصلا لا يحدث على هذه إذن ركز أرجوكم مجموعة التعريف تبقى كما هي X من ناقص ثلاثة إلى الثلاثة وعندنا الناقص واحد وعندنا الواحد كما أشير وتأتي هنا ماذا L لإكس ركز هنا أرجوكم بما أن قلنا L لإكس كل قيمها تكون موجبة ركز أبناء لا يحدث أي شيء انظروا هذه القيمة كيف هي موجبة وهذه موجبة وهذه موجبة يعني حتى إلى هنا لا يحدث أي تغيير في جدول التغييرات معناه ركز هكذا كما أشير ثم هكذا كما أشير إذن نقوم بعملية المن لماذا لأن قلت القيمة القيم هذه موجبة بما أنها موجبة معنا نترك هنا الإثنان والقيمة المطلقة لمن لسفر كم هي هي السفر والقيمة المطلقة إذن هنا كأنما ضعوا هكذا وضعوا هكذا وضعوا هكذا وضعوا هكذا وضعوا وضعوا هكذا وانظروا أين يحدث التغيير الآن عندنا كذلك القيمة المطلقة لواحد هي واحد القيمة المطلقة لسفر كم هي سفر إذن هنا يحدث بعض التغيير يا أبنائي ما هو التغيير الذي سوف يحدث لنا نتابع جيدا. اذا وعندنا كذلك ابناء الاثناني عفوا اذا قلت الاثناني هذه هنا هنا يحدث بعض التغيير. نحن قلنا ان هذه القيمة لاف القيمة المطلقة لاف لاكس دائما قيمة مجابة. اذا هنا تأتينا هكذا انظروا اين يحدث التغيير. يا ابنائي سوف ننزل الى هنا ثم ماذا ثم نعيد نصعدها. كذا وسوف اشرح لكم لماذا حدث هنا التغيير. لان القيمة المطلقة لاف لصفر هي صفر. والقيمة المطلقة لناقس واحد كم يا ابنائي هي الواحد. هل من المعقول ان تبقى لنا ناقس واحد? لا لان واحد اذا هنا يحدث ان ما كان هنا سوف يصعد الى هنا. لماذا? لان القيمة المطلقة لناقس واحد هي واحد. اذا ماذا نقول عني النقطة هذه اثنان سيفر? هي نقطة زاوية. الدالة هناك لا تقبل الاشتقاق. الدالة هناك قلت لا تقبل الاشتقاق يا ابنائي هذا ما حدث. اذا ماذا يمكن ان نقول عن سي ال. نقول سي ال يقع فوق ماذا? فوق محور الفواسل. لماذا? لان ال اكس هذه قيمها كلها موجبة. ليس تماما موجبة. وسوف نلاحظ ذلك على الرسم. اكرر يا ابنائي حتى تعلموا. هنا لم يحدث تغيير. وهنا لم يحدث تغيير. وهنا لم يحدث تغيير. هنا القيمة المطلقة لصفر هي صفر. القيمة المطلقة لناقس واحد. هي واحد. هل من المعقول ان نتقع في هذا المكان? لا. لان تصبح لنا واحد. والواحد عليه ان يصعد الى هذا المكان. لا يوضع في هذا المكان. يا ابنائي اذا مباشرة هنا صفر. هل نصعد الى ام ننزل انما نسعد لهذا نتج هذا هو جدول تغيرات الدالة يا ابنائي ال وسوف نلاحظ ذلك كيفية رسمها نأتي الان ابنائي الى المثال الاخير ربما يختلف عن الامثلة السابقة لاحظوا جيدا قال املي اكس تسوي الناف القيمة مطلقة الاكس لا اذا وجه الاختلاف هنا القيمة مطلقة خارجا وهنا حدث التغيير داخل يعني هنا جاء ما نسميه التركيب يعني حدث التغيير داخل الاف معناه اكيد سوف يحدث هنا تغيير لهذه القيم اكيد ويحدث هنا تغيير لهذه القيم تابعوا جيدا معناه ماذا يمكن ان نقول على الدالة ام الدالة ام يمكن عليها ان نقول يا ابنائي دالة كيف هي زوجية لماذا لأن ف للقيمة المطلقة لإكس معناه كل لاحظوا جيدا معناه كل قيمة من إكس لأن نحن نعلم أن القيمة المطلقة لإكس تساوي لنا قيمتان تساوينا إكس وتساوي ناقص إكس هنا إذا كان إكس أكبر أو يساوي الصفر وهنا إذا كان إكس أقل أو يساوي الصفر إذا ندالة الزوجية ماذا يمكن أن نقول عليها فنقول قيمها تأتي متناظرة بالنسبة إلى محور التراتيب ومحور التراتيب معناه هو إكس يساوي الصفر لاحظوا يعني في هذا المكان يكون الصفر انظروا جيدا بالرغم لا نعرف صورة الصفر في هذا المثال هنا صورة الصفر تكون لنا إجراغ لا يهمنا ما هي معناه إذا كان إكس أكبر أو يساوي لنا الصفر فنقول سي آف ينطبق على ماذا على سي آم لاحظوا جيدا إذن ما علينا إلا أن نأتي هنا إلى أولا نأتي إلى هنا إكس عفوا إذا نقلنا هنا إكس وهنا الناقص ثلاثة وهنا الثلاثة وعندنا الصفر نجعله كفاصل في هذا المكان لأن نلاحظوا القيمة المطلقة أين تأثرت هنا عند الصفر في هذا المكان في هذا المثال فهنا يبقى لنا واحد ركزوا ثم نأتي لنلاحظ جيدا كيف يمكن المل هنا يبقى كما هو هكذا يا أبنائي وهنا يكون هكذا انظروا جيدا هكذا كما أشير لأن يا أبنائي وكرر افهموا هذا المثال أرجوكم هنا عندنا صورة الواحد هي واحد وصورة الثلاثة هي ناقص واحد هنا قال القيمة المطلقة لإكس حدث التغيير وهنا نكتب ماذا آم لإكس قلنا القيمة المطلقة انظر القيمة المطلقة هنا كم لأن قلنا حدث يعني هنا وضع رمز القيمة المطلقة حدث التغيير هنا في البطن كما أشير القيمة المطلقة لإكس يساوي لنا كم في الأول ثلاثة انظروا ثلاثة معناه إما إكس يساوي لنا ثلاثة أو إكس يساوي ناقص ثلاثة ضعوا هنا الثلاثة القيمة المطلقة لثلاثة هي ثلاثة القيمة المطلقة لنقص ثلاثة هي ثلاثة إذن ثلاثة ها هي تقابلها ناقص ثلاثة هذا الأمر الأول ثم عندنا انظروا جيدا ها هو واحد إذن القيمة المطلقة لإكس تساوي واحد إما إكس يساوي واحد أو إكس يساوي ناقص واحد إذن نضع من هنا ناقص واحد لاحظتم؟ وعندنا كذلك انظروا جيدا إثنان عندنا هنا إثنان قلنا لما تنزل هكذا كم تعطي لنا تعطي لنا صفر إذن القيمة المطلقة لإكس تساوي إثنان معناه إكس أكيد يساوينا الإثنان أو إكس يساوينا الناقص إثنان إذن نكتب هنا ناقص إثنان كما أشير وتقول القاعدة يناظر يكون متناظر بالنسبة إلى هذا المحور لهو إكس يساوي الصفر لهو محور التراتيب معناه سوف ينتج الأمر كما تلاحظون يا أبناء يعطيكم هكذا ثم ماذا لاحظوا جيدا ثم هكذا يكون الدالة كيف هي الدالة زوجية إذن ماذا ينتج هنا يا أبناء لاحظوا نقطة نقطة إذن هنا لا يمكن أن نعلم نتركها كإيغراج يعني لا أعلم صورة الصفر ما هي لكن هنا تبقى لنا واحد لماذا واحد لأن لو نأتي إلى هنا لو قلنا هكذا انظروا جيدا لو قلنا من هنا هكذا ومن هنا هكذا نتابع جيدا إذن قلت يا أبناء أن التغيير أين يحدث؟ يحدث في الفواسل ليس في التراتيب يعني إذا كانت هنا واحد فاعلموا أن هذه الجهة كذلك تكون واحد إذن بما أن هنا ناقص واحد فنناظرها بالنسبة إلى إكس يساوي السفر يبقى ناقص واحد عندنا هنا الناقص إثنان تبقى لنا صورتها كم؟ تبقى لنا صورتها السفر مهما كان لأن الدالة لما تكون زوجية يا أبناء أولاً يكون هذا هو محور تناظرها تكون متناظرة بالنسبة إلى هذا الشيء هذا الشرط الأول أما هنا صورة السفر قلنا وضعناها إيجراج فقط لأننا لا نحن لا نعرف قيمتها نتركها كما هي إذن لما تجدوا عبارة من هذا النوع أول تغيير يحدث على هذا المحور هذا الشرط الأول إذن كلما وجدتم أولاً ضعوا السفر هنا في الوسط هنا كما أشير ثم هذه نظيرتها هذه وهذه نظيرتها عفوا نظيرتها الناقس 2 وهذه نظيرتها كم؟ الناقس 3 أما كذلك هنا لاحظوا الصورة بقيت كما هي الصورة بقيت كما هي والصورة بقيت كما هي هذه فيما يخص لما نجد القيمة المطلقة لـ F لـ X فقط يا أبنائي نأتي الآن أبنائي إلى مرحلة الرسم أولاً رسم أفلي إكس وهو منحنة دلة أفلي إكس هنا الأمر جد جد بسيط أنظروا هذه حفرة إحداثيها كم؟ ناقس 1 مع صفر إذن ناقس 1 مع صفر ها هو في هذا المكان ونرسم رسماً بسيطاً يشبه الحفرة هكذا كما أشير وعندنا هنا قيمة حدية عظمة وهي جبل واحد واحد انظروا ها هو واحد واحد نرسم هكذا جبل ثم عندنا هنا الإكس كام ناقس 3 مع ماذا؟ مع اثنان معناه في هذا المكان يا أبنائي ثم ماذا؟ ننزل تقول القاعدة ننزل هكذا ثم نسعد هنا إلى النصف ومن هنا ننزل لتكون لنا نقطة انعطاف يا أبنائي هكذا نقطة انعطاف ثم عندنا ثلاثة مع ناقس واحد ها هو الثلاثة انظروا مع ماذا؟ مع ناقس واحد في هذا المكان وعندنا الاثنان مع صفر الاثنان مع صفر معناه هي أمر المنحنى من هنا انظروا جيداً ثم ينزل هكذا يا أبنائي انظروا جيداً هكذا ينزل كما أشير لاحظوا ثم هكذا ثم هكذا هذا إذن هذا هو رسم الدالة هذه نكرم من هنا حتى تتعلموا يا أبنائي إذن من هنا ينزل كما أشير فقط هكذا يا أبنائي انظروا جيداً كيف يعني توصلنا إلى هذا الرسم إذن هذا نسميه يا أبنائي باللون الأحمر سي أف إذن بكل بساطة قد رسم السي أف معناه أعيد ربما احتد فهم وهكذا هنا حفرة وقبة هكذا ثم نوصل هكذا ثم من هنا ينزل هنا وينزل إلى هذه القمة ومن هنا نزل هكذا كما أشير الآن ننطلق إلى استنتاج رسم المنحناية الأخرى عندنا كذلك هذا منحناة جي إذن نريد أن نرسم جي بانطلاقاً من أف لاحظوا جيداً عندنا أولاً ناقص ثلاثة مع ماذا؟ مع أربعة ناقص ثلاثة مع أربعة انظروا ها هي النقطة وعندنا ناقص واحد مع ماذا؟ ناقص واحد مع صفر ناقص واحد مع صفر في هذا المكان وعندنا الواحد مع ماذا؟ انظروا جيداً هذه تشبيه الحفرة هكذا كما أشير انظروا جيداً هكذا أبنائي وعندنا الواحد مع الاثنان واحد مع اثنان هنا جبل هكذا سوف أريكم كيفية تتم الرسم يعني بأبسط طريقة وعندنا الثلاثة مع الناقص اثنان الثلاثة مع الناقص اثنان هنا ما علينا إلا التوصيل لاحظوا نوصل هكذا يا أبنائي انظروا هكذا ثم من هنا هكذا نتوقف ثم نأتي من هنا ونلتقي عندنا قتل العطاف ثم هكذا وماذا وعندنا الاثنان يقابله الصفر الاثنان يقابله الصفر معنا هنا ثم ننزل هكذا يا أبنائي ثم نتجه هكذا ها هو منحنة ماذا منحنة دالة جي بأبسط طريقة انطلاق المنأف الذي باللون الأحمر ناتي الآن إلى المثال الآخر للدالة أش الدالة أش ماذا تقول لاحظوا هنا ناقص ثلاثة مع ناقص اثنان عندنا أولا قلنا ناقص ثلاثة مع ناقص اثنان إذن ناقص ثلاثة ها هي مع ماذا مع ناقص اثنان هنا عندنا ناقص واحد مع صفر هنا قبة هكذا جبل مثل الجبل حتى أريكم يا أبناء وبسط لكم هذه المفردات فقط هكذا وعندنا هنا قيمة حدية دنيا تشبيه الحفرة واحد مع ناقص واحد واحد مع ناقص واحد معنا في هذا المكان ثم عندنا الاثنان مع الصفر وعندنا الثلاثة مع واحد الثلاثة مع واحد معناه لو ننطلق في الرسمة يكون هكذا ثم من هنا ننزل في المنتصف نتوقف وهنا قلنا تشبيه الحفرة هكذا ونقوم بمسحة بزيادة هكذا احتفظ أبنائي هكذا ثم ينطلق لي في هذا المكان هكذا ثم يتجه هكذا انظروا إنهما متناظران بالنسبة إلى محور الفواصل ها هو أمامكم بأبسط طريقة ها قد يا أبنائي رسمنا الشكل لهذا نسميه سي آش سي آش نأتي الآن إلى المثال الآخر لهو سي ك سي ك كذلك يا أبنائي هنا نلاحظ جيدا ماذا يحدث يحدث لنا التحويل نقاطي أولا عندنا ناقص ثلاثة مع ماذا ناقص ثلاثة مع أربعة الناقص ثلاثة ها هي والأربعة ها هي إذا النقطة الأولى ها هنا ثم عندنا هذه الحفرة اللي هي ناقص واحد مع اثنان ناقص واحد مع اثنان في هذا المكان نرمز هكذا رمزة يشبه حفرة ثم جبل واحد ثلاثة واحد مع الثلاثة في هذا نضع رمزه هكذا والإثنان مع الإثنان إثنان مع الإثنان في هذا المنطقة ثم الثلاثة مع واحد الثلاثة مع واحد وننطلق في عملية الرسم هكذا ثم هكذا ونصل إلى النصف ومن هنا هكذا هكذا أبني ثم ننزل متجهنا معناه كأنما ماذا حدث معناه كتفهموها معناه المنحاني هذا كأنما حدث له انسحاب لكن الأزرق هو الذي تم له الانسحاب فقط يا أبنائي كما وضحت فقط ونسميه هذا نسميه سيكا الذي كان انسحاب بشعاع ماذا بشعاع قرنة سيفر اثنان على محور تراتيب هذا الأمر حدث إلا على محور تراتيب هكذا في الأصل كان هنا ثم انسحب ذلك الأزرق بكم بقيمتان فتوصلنا إلى هذا القيمة كما أشير يا أبنائي فقط نأتي الآن أبنائي إلى L لإكس تسعين القيمة المطلقة لأف لإكس قلنا أنه مهما كان سي آل يقع قلنا فوق محور الفواسل لأن القيمة المطلقة تجعله ذلك إذا ننطلق في الأول عندنا ناقص ثلاثة مع اثنان ناقص ثلاثة مع اثنان في هذا المنطقة قلنا ماذا نحن ثم عندنا ناقص واحد مع الصفر ها هي الناقص واحد مع الصفر انظروا هنا في الشكل سوف تلاحظوا هنا وعندنا الواحد مع الواحد ها هو الواحد مع الواحد وعندنا الاثنان مع الصفر الاثنان مع الصفر ها هي ثم عندنا ماذا ثلاثة مع واحد ثلاثة مع واحد إذن لو نأتي إلى الرسم هنا قلنا ينطبق عليه C L ينطبق على CF هكذا لا يتغير أي شيء ثم إلى غاية هنا ثم هنا يناظر هكذا كما أشير لا يناظر كما يعتقد البعض ويقول هكذا لا يناظر بهذه الطريقة ونقول على هذه النقطة هي نقطة زاوية بحيث المنحن يقبل نصفي مماسين نصفين ليس مماسين إنما نصفي مماسين إذن الذي يظهر باللون الأسود وهاهو يقع فوق محور الفواصل أكرر إنه يقع فوق محور الفواصل لاحظوها بأمي عينكم لماذا لأن كل قيم هذا الجدول التغيرات التي تلاحظون هنا كل قيمه للآل لإكس إنها موجبة ليس تماما لأنها تصل حتى إلى الصفر فقط نأتي الآن إلى المثال الأخير لهو آم لإكس يساوي النأف للقيمة المطلقة لإكس وقلنا على أن آم دل آم كيف هي زوجية يا أبنائي فمنحنة يكون متناظر قلنا بالنسبة إلى هذا المحور لهو إكس يساوي صفر إكس قلت إكس يساوي صفر فماذا تقول قاعدة؟ تقول إذا كانت زوجية فمن صفر لاحظوا من هذا المكان من هذا المكان إلى غاية زائد ما لا نهاية يكون المنحنة ينطبق هكذا تقول قاعدة تقول ينطبق معناه هذا كما أشير هكذا هو نفسه ماذا؟ يا أبنائي هو نفسه سي آم وفي الجيهة الأخرى ها هو أمكم وفي الجيهة الأخرى يا أبنائي في الجيهة الأخرى نناظره يعني في هذا المحور الآخر من هنا نناظره بالنسبة إلى هذا المحور كما أشير بالنسبة إلى هذا المحور معناه سوف نقوم يا أبنائي بالرسم كما سوف أوضح لاحظوا جيدا إذن بما أن نقلنا هكذا إذن تصبح لنا واحد ها هي واحد مع ناقص واحد معناه في هذا المكان عندنا قبة هكذا ثم عندنا من هنا جاء هكذا ثم نزل إلى غاية ماذا؟ الناقص اثنان مع الصفر ناقص اثنان مع الصفر معناه ينزل إلى هنا هكذا كما أشير ثم نزل إلى ناقص واحد مع ناقص ثلاثة مع ناقص واحد إلى غاية هنا معناه يأتينا هكذا انظروا يا أبنائي هكذا إذن المنحن النهائي الذي سوف نتحصل عليه للدالة قلت للدالة يكون كما أشير هكذا أبنائي عفوا انظروا رويدا رويدا كيف أوضح يكون هكذا انظروا ويكون من هنا هكذا يشبه حرف أم يشبه حتى اسم دالة هيا هي أم هكذا هذا ما نسميه سي أم الدالة زوجية فيكون فتكون قاعدة تقول أنه يجب أن يكون متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب ها هو أمامكم إذن الذي يظهر هنا باللون الأسود هو ماذا هو سي آم فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما لا تنسون بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طاهرة جزاكم الله خيرا ويمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته